تحية طيبة لكم مشاهدين أحييكم من استوديو دبي وأهلا بكم ضمن الفقرة الفنية الأولى فنان إماراتي متعدد المواهب تميز بالتمثيل وأبدع في العزف على الآلة الساكسوفون وتألق في عالم الفن والموسيقى وما زال يواصل لمشوره بنجاح كبير أراح بضيفي الفنان الإماراتي محمد مرشد باستوديو اليوم على الحر أهلا وسهلا فيك محمد محمد بداية خلينا نحكي عن البداية مع آلة الساكسوفون كيف بلشت ومين اكتشفها الموهبة وكيف بداية طبعا كبداية أي طالب في المدرسة فيه طبعا حصة موسيقى وها فطبعا أنا اتجاهت على آلة الساكسوفون كانت إحنا في المدرسة عندنا آلات غربية مم بآلات وترية هي الأورجن ولا في سلفون هيدا الغريبين كان بدي أسألك أنه مدرسة لماذا كنت عم تعلم الآلة الشرقية الغربية ليه لا إحنا المدرسة عندنا كانت كلها آلات غربية هي آلة الترمبون وآلة الكالرنيت والكورنيت فاتجهت طبعا إلى آلة الساكسوفون كإحساسها صوتها ناعم مرهف فمشيت فيها لين مخلصت مدرسة أنا كنت أعزف على آلة الساكسوفون لين مخلصت دراستي كنت عازف يعني كنت عازف يعني أيام المدرسة السلام الوطني وندخل الطلبة على المدارس وعارف أنت وضع الطلبة كيف كانوا فخلصت الدراسة اتجهت لتجارتي الخاصة أول شيء لأن كنت أنا أصلا عندي تجارة خاصة غير عني أنا كنت أدام ابتعدت يعني شويانا ابتعدت عنها شوية وبعدين اتجهت في الموسيقى دخلت طبعا في دائرة حكومية من دواير أبوظبي نعم هي كلية شرط موسيقى أبوظبي وكملت هناك بالساكسوفون بآلة الساكسوفون ما كان في شو دول أن نتعلم آلة تانية أو آلة شرئية مثلا لا وليس طبعا هي نولدت معاي الآلة هذه يعني أنا حبيتها وايد وحتى أنا دورت المكان اللي أقدر أمارس فيه الآلة هاي فطبعا اتجهت لشرطة موسيقى طبوظبي وتلاقيت مع الأستاذ حارب سعيد الكعبي هو طبعا الأب الروحي بالنسبة لي هو اللي دعمني وسفارت بره ودرست الموسيقى بره وبدأت أني أعزف والحنوها ورجعت وما زلت يعني بس إحنا كشباب إماراتيين إن إحنا نتجه لآلات الموسيقية الغربية فطبعا أي واحدة كلمة يقوله أنا عازف ساكسفون يستغرب ليش يعني ليش ما بسكت العود الكمنجة وها فهي الآلة هي تنولد مع الفنان حبيت الشي هو بيحبك فاتجهت في آلة الساكسفون بديت أن السنة هاي من سنتين بديت أبدأ أني أنا أتجه بس قبل كنت في الفترة اللي أنا طلعت فيها من حوالي 15-17 سنة كان طبعا فيه إبعاد في الإعلام من ناحية الموسيقى من ناحيةها كان فيه اتجاه في المسرح نعم فقلت أنا أتجه للمسرح عساس أني أدمج المسرح بالموسيقى أني أقدر طيب محمد يعني شوي كان فيه معارضة يمكن من المحيطين حواليك حول هايدي قالي لأنها غربية وبعيدة وغريبة عن مجتمعنا العربي وخاصة المجتمع الإماراتي طيب عذافت ساكسفون وأنت هلأ عذاف ساكسفون الطموح لوين نضلنا بإطار الإمارات أو لا هو شوفي الفترة اللي احنا عايشين فيها انت تتكلمين من 10 سنوات 15 سنة الإمارات غير والحين الفترة هاي 2010 غير بعد الفترة هاي الفنان بدأت أن الفن عامية من ناحية مسرح من ناحية شعر من ناحية موسيقى من ناحية أي شيء بدأ أن يظهر عالميا الناس قامت تسمع أنه فيه اهتمام من الدولة ومن الإعلام فالآلة الساكسفون أنا بديت السنتين هذين أني أحاول أني أبرزها هي من 17 سنة كانت غير أني أنا مو بني مهمل في الآلة لا بالعكس أني أنا أتمرنها بس كان فيه اتجاه المسرح أقوى نعم من نحكي أكيد عن مسرح محمد ومسيرتك معه ولكن أول مرة بيكون عندنا بستوديو اليوم على الحرة آلة ساكسفون وعازف ساكسفون فأكيد بلنا نسمع شي منك ناشا شو تبا تسمعوه البدك شو بتسمعوه إن شاء الله طبعا بسمعكم مقطوع اسمها بغداد طبعا الحال منير بشير هي صولو يشتغلوها كذا فنان يعني بس أنا الوحدي بحاول أن أقاوم موسيقى 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 بس بدي أسألك هي معمولة من حديد هي من حديد هي هاي طبعا فضة وفيها غمازات طبعا هاي دول الكبسات هنا هاي المفاتيح دوريمي فاصولة سيدو اسمهم غمازات هي الغماز كل غماز لي اسم نعم اه اوكي فبعدين نتشعب منها الباقي هاي كلها هو الدييز البمول يعني تشق منها كذا أدى فيك تعزف متواصل والله هي على حسب إذا فيه تمرين يعني ممكن ساعتين ثلاث ساعات أنا في اليوم أعزف يعني أتمرن كل يوم كل يوم طيب محمد أنت كمان عضو بفرقة التخت الإمارات أنا عضو في تخت الإمارات طبعا أسست الفرقة هاي أنا و الأستاذ علي عبيد كان ضيفنا من فترة ووجه له تحديد طبعا اتجه رؤيتي مع رؤيتها في الموضوع كيف دمجت هالآلة الغربية بحث قالت الساكسفون بالتخت الشرقي هي طبعا التخت الشرقي هي موسيقى يعني من كل آلة آلة كمانجة آلة عود تعتمدوا على بس تعتمدوا على الآلة الشرقية على الشرقية فأنا دخلت الآلة الساكسفون طبعا كان هي يعني رؤية من سياسة علي عبيد نحن ندخل للآلات الغربية ما نقول حق أي حد لا يعني حتى لو واحد عازف جيتار أي آلة موسيقية نحب أن نحن نيبو ونوظف له مكانه في الفرقة فدخلنا في الموضوع بالنسبة لي أنا كي هي مرحلة تخت الإمارات لأني أنا سياستي في آلة الساكسفون أني أنا أبرز آلة الساكسفون باسم محمد مرشد أني أنا توزيعي دخلت مع تخت الإمارات في فرقة يديدة إن شاء الله بتشتغل مع فرقة تانية غير تخت الإمارات؟ لا لا هي أول فرقة هي فرقة تخت الإمارات إن شاء الله في فرقة يديدة إن شاء الله اسمها شباب الإمارات هاي بعد مجموعة من الشباب الخليجيين نحن بنقول ما بالإماراتيين طبعا من عمان من السعودية بنجمعهم ونعمل فيها بعد فرقة بلون معينة إن شاء الله ألبومك اللي رح يصدر بالعيد بدون مقطوعات من تأليفك؟ من تأليفه طبعا كلها سولو بيني وبين آلة القانون نعم في حوارية بيني وبينهم وفي ثلاث أغاني وطنية إن شاء الله بيكونوا من ضمن الألبوم يعني طب محمد رح نحكي عن المسرح لأن حضرتك كمين متقلق بالتمثيل بالدراما والمسرح ولكن بدأ اسمع شي تاني منك حاضرين طبعا بنا نعطيكم مقطوعتين آية زين تفضل وفوق النخل تفضل طبعا ندامجنهم مع بعض تفضل 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة